بعد سنوات الغياب والاختفاء انهار المطرب والملحن طارق فؤاد من البكاء على الهوى قائلا صحية الصبح فجأة لقيت نفسي أخرص وملقتش صوتي وأوضح خلال لقاءه ببرنامج العرافة المزاع على قناة النهار تقديم الإعلامية بسمة واحدة لما رحت المستشفى قالولي أن السبب في الخرص بخاخات الكورتزون اللي كنت باخدها بقصرة بسبب حساسية في سدل ولكن مش ده السبب الحقيقي بدلول أن رجوع صوتي حصل من عند ربنا وأضاف طريق رجال صوتي لما مدحت سدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم أشعر بالخزدان من عدم وقوف بعض الزملاء معي لأن في ناس كتير كتير جدا وقفوا معي ولفت تامر حسني وتركي قالي الشيخ واحمد بدير ومحمد الحلو وقفوا معي في أزمية الصحية لما صوتي راح كل شهر كنت ألاقي محمد الحلو وبعت لي واحد بالظرف فيه فلوس وأشار طارق زيتي من متحة صالح وعلي الحجار خزلوني وتخلوا عني محدش حتى سأل علي منهم في التليفون ومتحة صالح لأنه كان عشرة عمر وتخلى عني في أزمتي محمد الحلو جالي وتامر حسني جالي لحد البيت وقف معي مديا ومعنويا وتركي قالي الشيخ واقف معي وصفرني أتعالج برا مصر برغم أن متحة صالح وعلي الحجار اتخلوا عني إلا أن كل جمعة ببعت لهم جمعة مباركة وعمرهم أبدا ما بيردوا علي ومستمرة أبعت لأني بحبهم جدا كما أكد المطرب طريق فؤاد خلال لقائم أنه كان سبب في شهرة الفنانة شرينة عبدالوهاب مؤكدا أنه ساعد في تلحين كليب كان في سنة حيث كان أول ظهور فني لها وهي طفلة وأضاف طريق فؤاد أن الأغنية حصلت على أفضل أغنية عربية في وقتها وقال أنه أجرأ اختبال لعدد من الأطفال كان بينهم شرينة عبدالوهاب مؤكدا أنها كانت تتمتع بصوت مظهر رغم صغر سنها وعنه وقعت غلق السكة في وجهه قال أن أحد الأصدقاء ذهب لعد ميلادها وطلبت منه أن يتصل بي من هناك لتهنئتها وبمجرد ما أخذت الهاتف أغلقته في وجهي وتابع بعد فترة اعتذرت لي خلال إحدى المناسبات وقالت لي أسفة أنا مش هعمل كده تاني